مكتب الاقتراع في 1994 لحظت أن بداية التزوير تقعوا بتوزيع بطاقات النخ فلا يوزعون كل البطاقات ثم نسبة من البطاقات يوزعوهم على الناس اللي هم عندهم فيهم ثيقة أنهم بشين تقبل حزب الحاكم بينما نسبة كبيرة يحتفظوا بها العمد وعضاء الشعب ورواساء الشعب وتقعد عندهم ومن بعد يستعملوها نخبين في عوض النخبين الحقيقيين لتلك البطاقات وهذه بداية التزوير وأغلبية التزوير يقع بالطريقة هذه أنا ناس تنتخب وتاخذ إيرادة ناس خوري